نظمت مدرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر قافلة طبية بوحدة صحة أسرة أم الحويطات التابعة لإدارة سفاجة الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 137 مواطنا بمختلف التخصصات الطبية منها إجراء 29 فحصا معمليا وإجراء 16 أشعة وسونارة كما تم إجراء 14 كشف مبكرا عن الأمراض المزمنة وتم إجراء جميع الكشفات والفحصات وصرف العلاج بالمجان